بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام والإيمان ولك الحمد أن جعلتنا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حديثنا اليوم إن شاء الله عن شؤم المعصية قال تعالى وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فقد ضل ضلالا مبينة لقد خلق الله تعالى الإنسان وكرمه واصطفاه وفضله على كثير من من خلق تفضلا وأودع في النفس البشرية صفات وسجايا وطبيعات ومن تلك السجايا والصفات التي فطرت عليها النفس البشرية طبيعة التقصير والخطأ والانحراف والهوى فالمعصية طبع جبل وخلق بشري متى ما كان الوقوع فيها بدافع الشهوة والشبهة دون محبة أو رغبة مع كراهية القلب لها ونفور النفس منها وقد اقتضت حكمة الله تعالى واتصف الله سبحانه وتعالى بصفات المغفرة والرحمة أن يقع العباد في الذنوب والآثاب ثم يرجعون إلى الله مقبلين تائبين فيغفر لهم ويتجاوز عنهم بمنه وكرمه أيها الأحبة الكرام من ذا الذي لم تصدر منه زلة ومن الذي لم تقع منه هفوة ومن منا لم يقع في معصية فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرا رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم بسبب المعاصي محقة البركات وبسبب المعاصي عم الفساد البر والبحر فالمعاصي سبب كل عناء وطريق كل تعاس وشقاء ما حلت المعاصي في ديار إلا أهلكتها ولن تشرت في مجتمعات إلا دمرتها وأزالتها وما أهلك الله تعالى أمه إلا بذنب وما فاز من فاز إلا بتوبة وطاعة ما الذي أخرج الأبوين من الجنة إلا شؤم المعصية وما الذي أخرج إبليس من ملكوت السماء إلا شؤم المعصية وما الذي أغرق أهل الأرض كلهم حتى على الماء فوق رؤوس الجبال إلا شؤم المعصية وما الذي سلط الريح العقيم على قوم عاد حتى ألقتهم موتى على وجه الأرض كأنهم أعجاز نخل خاوية إلا شؤم المعصية وما الذي أغرق فرعون وقومه في البحر إلا شؤم المعصية وما الذي خسف بقارون وداره وماله وأهل الأرض إلا شؤم المعصية كل هذا بسبب ذنوب الخلق ومعاصيهم وللمعاصي من الآثار القبيحة المذمومة في الدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا الله منها حرمان العلم فإن العلم نور يقذفه الله في القلب والمعصية تطفئ ذلك النور ولما جلس الإمام الشافعي بين يدي مالك وقرأ عليه أعجبه ما رأى من وقور فطنته وتوقدي ذكائه وكمال فهمه فقال إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية وقال الشافعي شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال أعلم بأن العلم فضل وفضل الله لا يؤتاه عاصي كذلك حرمان الرزق إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه وكما أن تقوى الله مجلبة للرزق فترق التقوى مجلبة للفقر كذلك وحشة يجدها العاصي في قلبه بينه وبين الله كذلك الوحشة التي تحصل له بينه وبين الناس ولاسيما أهل الخير منهم فإنه يجد وحشة بينه وبينهم وكلما قويت تلك الوحشة بعد منهم ومن مجالستهم وحرم بركة الانتفاع بهم وقرب من حزب الشيطان وعن أبي الدرداء قال ليحذر امرؤ أن تلعنه قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر ثم قال أتدري مما هذا قلت لا قال إن العبد يخلو بمعاصي الله فيلقي الله بغضه في قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر قال بعض السلف إني لأعصي الله فأرى ذلك في خلق دابتي ومرأتي كذلك من أثار يعني الذنوب والمعاصي تعسير أموره عليه فلا يتوجه لأمر إلا يجده مغلقا دونه أو متعسرا عليه وهذا كما أن من اتقى الله جعل له من أمره يسرى كذلك ظلمة يجدها في قلبه قال عبد الله بن عباس إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وسعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القبر والقلب ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضة في قلوب الخلق كذلك حرمان الطاعة فلو لم يكن للذنب عقوبة إلا أن يصد عن طاعة الله فكفى بها عقوبة كذلك هوان العاص على ربه وسقوطه من عين الله وإذا هان العبد على الله لم يكرمه أحد كما قال الله تعالى ومن يهن الله فما له من مكرم كذلك المعصية تورث الذل وتفسد العقل وتطبع على القلوب إن العزة كل العزة في طاعة الله قال تعالى من كان يريد العزة فلله العزة جميعا وكان من دعاء بعض السلف اللهم أعزني بطاعتك ولا تذلني بمعصيتك ثم إن المعاصي تفسد العقل فإن للعقل نورا والمعصية تطفئ نور العقل قال بعض السلف ما عصى الله أحد حتى يغيب عقله فإنه لو حضر عقله لحجزه عن المعصية وهو في قبضة الرب تعالى وفي داره على بساطه وملائكته شهود عليه ناظرون إليه وواعظ القرآن ينهاه وواعظ الموت ينهاه وواعظ النار ينهاه ثم إن الذنوب إذا تكاثرت طبع على قلب صاحبها فكان من الغافلين كما قال بعض السلف في قوله تعالى كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كذلك شؤم الذنوب والمعاصي على الخلق جميعا كفي الحديث إذا مات العبد الفاجر ارتاح منه البلاد والعباد والشجر والدواب وقال أحد الصالحين إن البهائمة تلعن عصاة بني آدم إذا اشتدت السنة وأمسك المطر وتقول هذا بشؤم معصية ابن آدم إذن ما هو العلاج أو ما هو المخرج من شؤم المعصية أولا التوبة إلى الله عز وجل يقول الله تبارك وتعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون كذلك استشعار يعني عظمة الله كما قال بعض السلف لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر عظمة من عصيت فإن حدثتك نفسك بالمعصية فقل لنفسك أتدرين من تعصين إنه الله جل في علاه إنه الله الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء كذلك المجاهدة والمجاهدة تحتاج إلى صبر ومصابرة يقول الله تبارك وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين كذلك الحضر من رفيق السوء وكذلك من العلاج معايشة حقيقة الموت كل نفس يقول الله سبحانه وتعالى كل نفس ذائقة الموت وأقول ما تسمعون نسأل الله عز وجل أن يجنبنا المعاصي ما ظهر منها وما بطن اللهم آمين 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 والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة